عقد مسؤول وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة اجتماعا لمناقشة تحضيرات مؤتمر كوب 27 للمناخ شهر نوفمبر القادم واستعدادات مصر لقيادة العمل المناخي العالمي ناقش الاجتماع المشروعات الفعلية التي تتم على الأرض بمدينة شرم الشيخ لزيادة الطاقة المتجددة والجديدة بالمدينة وذلك ضمن الخطوات التنفيذية بأن تكون مدينة شرم الشيخ خضراء وصديقة للبيئة كما تناول الطرفان إمكانية زيادة الطاقة المتجددة والجديدة بمطار شرم الشيخ وذلك بالتنصيق مع وزارة الطيران المدنية